هذا وتعد مشاركة قوى الدفاع البحرين في عمليتي عاصفة الحزم وإن بعدها إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة من ضمن أبرز مشاركاتها وأدوارها الوطنية الرائدة وجاءت هذه المشاركة المميزة لتثبت مدى بسالة وشجاعة جنود وضباط قوة دفاع البحرين الذين كانوا رأس الحربة في معارك استعادة الشرعية في اليمن ضمن قوات التحالف العربي ملاحم بطولية ومشاركات مشرفة سطرتها قوة دفاع البحرين بكل فداء وشجاعة في سجل تاريخها التليد المرصع بنياشين الشرف والكرامة مشاركات شملت النواحي العسكرية والإنسانية والوقوف صفا واحدا مع الدول الشقيقة والصديقة فبناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله والذي جاء تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة واستجابة لطلب السلطة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة أخذت مملكة البحرين على عاتقها منذ بداية انطلاق عملية عاصفة الحزم والتي تلتها عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق القيام بالعديد من الأدوار على الصعود العسكرية والإنسانية والسياسية وهي الأدوار التي حظيت بتقدير كبير وشهد لها القاصي والداني وتمثلت مشاركة قوة لفاع البحرين عبر المشاركات المحورية لسرب سلاح الجو الملكي في ضرب عناصر الإرهاب والتطرف وتدمير بؤرها ودور سفينة الحربية صبحة في عملية إعادة الأمل وتوصيل العتاد وحماية القوات إلى جانب تأمين منطقة بحر العرب ما سهل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي اليمنية فضلا عن مشاركات العناصر المتميزة من كافة أسلحة قوة الدفاع ولأن ثمن العزة والكرامة لا يعادله ثمن فقد زفت مملكة البحرين ثمانية من أبنائها البررة الذين استشهدوا أثناء قيامهم بتأدية واجبهم الوطني المقدس خلال تلك المشاركات مجسدين بذلك أسما قيم الشجاعة والفداء فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا تهتدي به أجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر